مرحبا بكم في لما دستورية اللما اللي تجمعنا مع بعضنا واللي من خلالها نحاولو أنا نبسط الدستور ونفهمو مستقبل المرحلة السياسية في تونس موضوع اليوم هو المبادئ العامة للقضاء كيفاش تتم إدارة شؤون القضاء في المرحلة الجديدة وكيفاش نضمن استقلاليته ونضمن حياته والسلطة على نفسه الموضوع هذا بش يكونوا معنا مختصين في البلاتو بش نحكيه فيه بش يكونوا معنا هنا بن عبدة من الجامعية التونسية للدراسات السياسية وبش يكونوا معنا شوقي قداسة الكاتب العام للجامعية التونسية للقانون الدستوري لكن قبل أراء المختصين خلينا نشوفوا رأي الشارع في الموضوع هذا وبعد نرى قاضي عادل يجب أن يكون قاضي مستقل قاضي عادل يجب أن يكون قاضي مستقل يجب أن يكون قاضي يؤمن باستقلالية القضاء وباستقلالية نفسه الذاتية ويجب أن يكون بعيد على كل الضغوطات سوى السياسية سوى المادية يكون عادل لما في حكمه المغير ما يحسب حد شي يتبق القانونه شكراً للمشاهدة قاضي عادل ياسر على ما يروا فيه طوع يعني يدخلوا السياسة في القضاء يدخلوا معنا الأمور الحزبية أمور إديولوجية معناها استقلالية القضاء موجودة في تونس بصراحة بو استقلالية القضاء يجب أن تكون معناها بعيدة على السياسة معناها كما رأيته الأراء والمواقف متع الشارع التونسي تختلف ولكن ما فهمش دراية الشاملة بشنية هي المبادئ العامة للقضاء وذلك عليه الشوقي بش يعطينا تعريف مبسط للمبادئ هذه نجم قوله حول السلطة القضائية هي أنها سلطة هامة جداً في حياة المواطن هي اللي تقوم بإرساء العدل وعلى هذا الأساس ابن خلدون قال أن العدل هو أساس العمران والسلطة هذه المهام بتاحها مهمة جداً يخلي أن المواطن ينجم يعيش وهو متهني على روحه على عائلته على أمواله على عرضه وبهذه الطريقة هذه ينجم يكون مواطن صالح للمجتمع ويخليه متهني أن كل ما فهمش يكون يتعدى عليه سواء إنسان أو الدولة يلقى قاضي ينصفه وحتى اللي بيش يحاول يظلم ربما ولا يتعدى على غيره في ذل منظومة قضائية فعالة مينجمش يتجرأ فهالي هانا كانت تحكينا على خاصية المبادئ هذه باش تختص نجم نحكي لك على خاصية القضاء خاصية القضاء في الدستور متيعنا جديد هي أول حاجة سلطة وسلطة مستقل سلطة بمعنى كيفها كيف سلطة الأخرى في الدولة اللي هي كما نذكروا اللي هي سلطة التنفيذية وسلطة التشريعية ولكن هناك سلطة قضائية هي اللي تفصل وترسي العدل في البلاد وهي سلطة مستقلة بمعنى أنه بقية سلطة لا تتدخل في عمل السلطة القضائية وبالتالي هوني على خاطر كما قال قبيلة شوقي على خاطر القاضي مؤتمن على أعراض الناس وحقوق الناس لابد من أنك تعتيه الاستقلالية متاعه وتعتيه المكانة اللي ينجم من خلالها يرسي العدل بين الناس واضح شوقي المهام ربما يلعبيت تقول لك فضل نزاعات بين الأشخاص وكهو غاديك وين يعرفوا المحكمة والقضاء كانت تعتينا مهام القضاء اشنا هي أولا فضل نزاعات بين الأفراد والأفراد والدولة والأشخاص والدولة لكن ما لازم ننسى أن القضاء عنده مهمة كبيرة اللي هي مراقبة أنه المشرع عندما يسن قوانين تكون مطابقة للدستور دونك هو الراعي على احترام الدستور من طرف السلطة التشريعية خطر ما ننسى أنه الدستور أعلى من كل السلطة الموجودة في الدولة هذه مهمة ثانية يتكافل بها القضاء الحاجة الثالثة هو أنه القضاء ما لازم ننسى أنه هو الراعي الأول والطبيعي كما نقوله لحقوق وحريات الأفراد في المجتمع كل ما فم شخص أو الدولة أو أحد مكوناتها يتجرى بش يحاول يحد من حريات أو حقوق الأشخاص الوحيد اللي نجم يتصدى لهم هو القضاء لأنه عنده الإمكانيات في ذلك به هناء ظهر لي اليوم بش تكون جزء من السلطة القضائية ممهوش بالسهولة اللي تسمح لك بش تكون جزء من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية يعني المعايير بش تكون قاضي ظهر لي معايير عالية يسر ومهوش بتلك سهولة اللي تصورها البعض هو الدستور بتاعنا جديد حتى معايير أو شروط للقاضي القاضي يجب توفر فيه على الأقل ثلاث شروط حتى من الدستور هو أول حاجة الكفاءة الكفاءة يعني بعد ما يتلقى القاضي المترجح أنه يكون قاضي طبعا يتلقى التعليم أو التكوين الجامعي في إجازة في الحقوق ولا في العلوم القانونية يلزم بعد يتلقى تكوين وتربص في المهد الأعلى للقضاء وهذا موجود في تونس ومهوش جديد الحاجة الثانية اللي يلزم يكون تتوفر في القاضي هي النزهة يعني سلوك القاضي نفسه يكون لا يبعث على الشك ولا الريبة في ربما طريقة حكمه والحاجة الثالثة اللي يلزم تتوفر في القاضي هو الحياد القاضي ما يكون شمواني لأي شخص ولا لأي جهة لا حزبية ولا سياسية ولا إيديولوجية ولا بلية يعني القاضي هو سيد نفسه عنده ضميره يحكم بينه بينه ضميره ولهذا ملزمش يكون عنده ولا لأي جهة كنت أكثر معلومات نلقاها على مسألة المبادئ العامة للقضاء في الفقرة هذه عسلمة ومرحبا بكم اليوم بش نحكيه عن المبادئ العامة للقضاء من بين أهم مبادئ القضاء الاستقلالي تعني استقلالية القضاء فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولا يجوز أن يتعرض القضاء لأي تأثيرات أو تدخلات أو تهديدات أثناء القيام بالعمل المتعو والتأثيرات التدخلات تذومة لنجم الجيه من سلطة التنفيذية وقتل المسؤول الحكومي هدد القضاء بعقوبة كما تنجم جيه تدخلات التأثيرات هذه من الجيهة النافذة أو اللوبيات المالية وحتى التحركات الشعبية أثناء المحاكمات اتمثل تهديد على استقلالية القضاء هذيك عليش لازم يتمتع القاضي بأكبر قدر من الاستقلالية اللي تحميه من النقلات التعصفية والعقوبات التي لا مبررة لها ويجب أن يتمتع القاضي بمستوى عيش محترم زيادة على ذلك يتميز القاضي بالحييد التام تجاه الشأن السياسي ويمنع عليه الانتماء لأي حزب أو الترشح للمناصب السياسية أثناء مباشرته لمهامه هذي كنت معلوماتنا اليوم وتوا نرجع للبلاتو بعض الفقرة اللي ريناها والكلام اللي تحكيها في البلاتو تكون مسألة المبادئ العامة للقضاء توضحت شوقي قبل ما نختم الحسد فضلنا نعطيك كلمة الكلمة اللي نختم بها هي أن السلطة هذية عايشة في الدولة مع سلطة أخرى وما يجبش السلطة هذية تتعدى عليها إذن يجب حمايتها وباش نجبو نحميوها فما زمانات تتعطى للقضاء أو الضمان هي الحصانة اللي يتمتع بها القاضي نفسه القاضي نفسه ما نجموش كما أيها الناس نوقفوه ونحاكموه إلا ما نرفع عليه الحصانة هذية شكرا لك شوقي هانهت فضل في متابعة اللي كان يقول فيه شوقي قبلة فعلا القاضي يلزموا ضمانات ومن بين الضمانات هي الحصانة ولكن الضمانة الثانية هو أنه شؤون القضاء لا يسيرها إلا القضاءات أنفسهم يعني في إطار المجلس الأعلى للقضاء اللي هو متكون في أغلبيته من قضاءات منتخبين هو اللي يسير شأن القضاءات بتأديبهم وتعيينهم ونقلتهم وإلى ما ذلك طبعا هذا يعتبر أيضا ضمانة ثانية للقضاء وأكيد ما نجموش نحكيه على كرامة وعلى حرية ما غير ما نحكيه على عدلة لابد أنه تكون فهمة منظومة عادلة باش نتمتعو بالمطالب الأساسية اللي تحركنا من أجلهم في جنوبي 2011 كانت هذه لمتنا الدستورية نتلقا في لمة أخرى من هنا الوقتها أتيب لوقات ترجمة نانسي قنقر